أهلاً وسهلاً بالجميع سأبدأ من عندك أستاذ محمد ونحكي عن موضوع مهم كيف يسعى مجلس النواب الآن في دعم الجهود الدبلوماسية التي نرى خارج الأردن على المستوى الداخلي ومع البرلمانات الأخرى على مستوى العالم بداية الله يصبحكم بالخير نترحم على شهداء غزة وعلى الشهداء الأردنيين الذين قدموا أرواحهم فداء لفلسطين وقضيتها منذ الأزل يعني احنا صراحة كبرلمان وكمجلس أمة اللي برجع للخطاب اللي تم في مجلس الأمة الأول كان ابتدأ والذي سلمه جلالة الملك حسين لدولة توفيق قبل هدى ابتدأ صراحة بالحديث عن القضية الفلسطينية وأهمية أن يحصل الشعب الفلسطيني على أرضه ذات السيادة فاحنا كبرلمان يعني هي علاقة ممتدة واليوم احنا في البرلمان التاسع عشر صراحة يعني بداية يعني برلمان الأردني في لجنة فلسطين وهذه اللجنة غير موجودة في أي برلمان عربي وهذا يدل على الأهمية التي تتمتع بها فلسطين في وجدان الشعب الأردني وفي البرلمان الأردني في الدات اليوم البرلمان الأردني بمكتبه الدائم وبليجانه كاملة يعني على تواصل مستمر ودائم مع جميع البرلمانات العربية والعالمية لإيصال الحقيقة ولإيصال يعني القضية الفلسطينية على أكمل وجه